اشتركوا في القناة من التلفزيون المصري القناة الاولى حلقة النهاردة تأتي في اجواء احتفالية جميلة جدا جدا واكيد انها بتخفف جدا من وطقة الحرارة الشديدة اللي كلنا لمسنها ونعاني منها ربنا يقدرنا عليها ويقدر اللي بيشتغلوا في مواقع متعرضة للحرارة دي بشكل مباشر او مكان وجودهم بيكون في الشمس ربنا يقدرنا جميعا وهي اجواء بقى بتميز فصل الصيف زي ما فصل الصيف بيكون فيه حاجات حلوة وبيكون فيه انطلاق والايام دي فيها مناسبات جميلة واحتفالات جميلة برضو مفيش مانع كده من شوية حرارة كده بسيطة علشان الناس دايما يعرفوا انه دايما الدنيا فيها كده وفيها كده الحقيقة في بداية الحلقة الخاصة بالنهاردة اللي هو حلقة يوم السبت اسمحوا لي ان انا نوه عن حلقة بكرة اللي هي حلقة الحد حلقة بكرة الحقيقة ضيفها ضيف عزيز وعالم كبير في مجاله وهو الاستاذ الدكتور ماجد بهجت استاذ جراحات الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة والحقيقة ان احنا بنتشرف باستضافة الاستاذ دكتور ماجد بهجت لانه قام علمية كبيرة جدا والحقيقة ان احنا هنناقش بها كمان موضوعات تهمنا كلنا وانا اولكم عن فروقات بقى درجات الحرارة والقعدة في المراوح والتكييف والجلوس في الاماكن المكيفة والخروج الى اماكن غير مكيفة لان الحقيقة دلوقتي كل الاماكن يعني او معظم الاماكن فيها تكييف سواء كانت اماكن عمل او اماكن تسوق او حتى العربيات او السيارات وكتير طبعا من البيوت لكن ده ما يمنعش ان فيه فترات بينية كده هل بقى احنا فيه حاجات نقدر نخلي بالنا منها هل فيه امراض معينة لها علاقة بتقلبات الجو كده بالطريقة دي واكيد الموضوعات هتتطرق مع الاستاذ دكتور ماجد بهجت عن كل يعني او حاجات كتيرة لها علاقة بامراض الانف والاذن والحنجرة كل على حدة واكيد علاقتهم ببعض وكمان الجديد في وسائل التشخيص ودي نقطة مهمة جدا مش بس وسائل العلاج وسائل التشخيص لان فيه وسائل تشخيصية ما زال بعض الناس لما بتطرح عليهم اسماءها او بيتقلهم التكنيك الخاص بيها بيخافوا ويقولوا ليه هو الموضوع مش مستدعي يا ترى الوسائل دي فعلا بتعكس خطورة الحالات المرضية ولا هي اصبحت خلاص وسائل تشخيصية عادية من وجه نظر الاطباء ودور الاطباء ان هما ينقلوا اطمئنانهم او ينقلوا الاطمئنان الى المرضى علشان ما يخافوش لانها في الاخر دي وسيلة من وسائل تحديد الرأي الطبي بكل دقة وبكل امانة نرجع بقى لحلقة النهاردة اللي هي انا شخصيا بحبها جدا النوع ده من الحلقات لانه بيحسسني ان انا بستكمل دوري تجاه حضراتكم وهي حلقة الاسئلة احنا اتفقنا مع حضراتكم منذ بداية برنامجنا يحكى ان ان احنا كل فترة هنعمل حلقات خاصة بالكامل لنجيب على بعض اسئلة حضراتكم طبعا الاسئلة لا حصرة لها ما شاء الله يعني وكتيرة جدا وده طبعا من نشاط فريق السوشيال ميديا الخاص بالبرنامج انه هو بيجتهدوا جدا في تقسيم الحلقة اي حلقة يعني لعدة اجزاء بخلاف طبعا انها بتنزل بشكل كامل فطبعا بقت الحلقات منتشرة او سواء كانت كاملة او اجزاء على منصات كثيرة سواء على فيسبوك او على يوتيوب سواء على يحكى انه حساب يحكى انه او حساب القناة الاولى او ما الى ذلك وبالتالي بقى فيه سهولة للوصول الى المعلومات وايضا بقى فيه طرح لعديد وعديد من الاسئلة وهنا ودي زي ما قلت دي شطارت بقى فريق السوشيال ميديا شطارت بقى فريق الاعداد اللي انا بتشرف الحقيقة ان انا بشتغل معاهم انه هما بينطقوا الاسئلة من كل كده بستان زهرة بشكل عشوائي هما بيبقوا طبعا الاختيار عشوائي ولكن مش بطريقة عشوائية هما بيراعوا ان تكون الاسئلة غير مكررة تغطي موضوعات كتير والحقيقة ان انا يعني مش هبالغ يعني وسدهوني انا بشوف كده الاسئلة معاكو اول مرة وادعو الله يعني ان ربنا يقدرنا على اجابة اكبر عدد منها في حلقة النهاردة اسألوا زي ما انتم عايزين واكيد هيكون عندنا وسائل اخرى نجيب بيها على تساؤلات حضراتكم الاختراعات والاجتهادات مش هتوقف ما تحطوش حد للتساؤلات وبنبه ان التساؤلات اللي بنسألها دلوقتي او اللي هنجيب عليها في حلقة النهاردة هي اسئلة تم اختيارها بشكل عشوائي روعي فيه فقط عدم تكرار الموضوعات دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع بقى نبدأ حلقتنا النهاردة من يحكى انا يحكى انا متواصل مع حضراتكم خليكم معانا ورجعنا لحضراتكم في يحكى انا وهنبدأ معاكم على طول جابة اكبر قدر ممكن من الاسئلة هنبدأ من ولاء فايز انا الاسئلة قدامي يا جماعة على سكرين فبقرها عشان بس بفسر لكم يعني ولاء فايز بتقول دكتور ابن اخوية عنده سنتين ومش بيتكلم خالص ده اول جزء مسؤال ولازم وهو بياكل نشغله اغاني اطفال كده ياكل غير كده لا طيب يا استاذة ولاة اولا السؤال هو قسمين القسم الخاص بالكلام قلنا وبنكرر تاني لولاء ولغيرها من الامهات والاباء والجدود والجدات اللي بيكون عندهم احيانا تساؤلات او تحفيز كده او اسئلة تحمل قدر من الشك قد تطفي بعض التوتر هو ابنك ليه متأخر كده في الكلام وهم يعني اكنهم ادولوا خلاص الصفة دي وده بيكون نتيجة عدم المعرفة الكاملة بالمعلومة الخاصة بالكلام قلنا قبل كده وبكرر تاني ان هناك فارق كبير جدا ما بين عمر بداية المهارة وعمر اتقان المهارة وقلنا ان الكلام ده ينطبق على كل حاجة خاصة بالاطفال او خاصة به نحنا حتى ككبار يعني وضربت مثلا انا بكرر الكلام حرفيا اللي انا قلته قبل كده لما تيجي مثلا حد من حضراتكم يقرر ان هو يتعلم قيادة السيارات هو قرر انه يبدأ يتعلم المهارة دي او الشغلانة دي او الصفة دي يعني خلاص بدايتك وانت بتتعلم حاجة ومرورا بقى بفترات التعلم الى ان تتقن قيادة السيارات لو واحد او واحدة كبير او صغير قرر ان هو يتعلم مثلا او ياخد كرس لغة في لغة ما او في الكمبيوتر مثلا في فرق كبير مبين بداية تعلمك المهارة وما بين اتقانك نفس هذا الشيء او نفس هذا المعيار ينطبق على الاطفال في كل حاجة في سن بداية المهارة بداية المهارة بتكون امتى بداية مهارة النطق بداية المهارة بتكون عند سن السنتين يعني لازم يكون السنتين خلصوا خلاص السنة الأولى خلصت والسنة التانية خلصت خلاص هتقولولي طيب في أطفال بتتكلم قبل كده أقولكوا أيوة في أطفال نتيجة عوامل مختلفة قد تدفع الطفل ده أو تحفز عنه عنده المهارة دي في عمر مبكر شوية عن سن السنتين يعني زي مثلا أن الطفل ده ما يكونش طفل وحيد يكون عنده خوات زي أنه يكون قاعد في أسرة أفرادها ناس كتير وبيتكلموا معاه باستمرار زي أن يكون الأمة أو الأب أو أي حد من المحيطين بالطفل حفز الطفل ناحية أنه يتكلموا معاه كتير وعلموا نطق كلمات وهكذا أو أن الطفل بيسمع حاجات كتير يعني هو على طول في حالة سمع خلاص كده يبقى السن المعتمد طبيا لبداية الكلام هو سن السنتين ليه أنا بقول السن المعتمد أنه طبيا إحنا ما بنقلقش قبل السنتين آه الطفل ابتدى المهارة عند سن سنة ونص سنة وتسعة تشهر سنة وسبعة تشهر مش خير وبركة إنما ما بنقلقش لغاية سن السنتين وحتى السنتين ما بنقلقش لأنها سن بداية المهارة طيب عند السنتين بقى والطفل ما بيكلمش بنعمل إيه؟ أول حاجة بنتعلمها وعلى فكرة سن السنتين ده له أسباب كتيرة حتى العام الأول والعام الثاني من عمر الطفل بيسموهم أعوام التخزين يعني إيه التخزين؟ يعني الطفل عمال يسمع ويخزن اللي بيسمعه بيخزن الكلام وطريقة النطق وتركيبة الجمل بيخزن حاجات كتيرة قوي لما الطفل بقى يبدأ المهارة بيبدأها زي ما احنا كده بنقول شرعي يعني إيه شرعي؟ يعني عمره ما هيبدأ بتكوين جملة هيقول أسماء وبعد كده هيقول ضمائر وبعد كده هيتكلم بلغة كده وعلى أن هيبتدي يكون جمل وهكذا تمام؟ إيه لما بييجي بقى سن السنتين والطفل لسه ما بتكلمش؟ بنقلق؟ لا ما بنقلقش بنمشي في مسارات تشخيصية بنقول أولا أهم حاجة عند الطفل ده هل هو بيسمع ولا ما بيسمعش؟ إذا أهل الطفل أو المحيطين به يعني أكدوا لنا أنه بيسمع طب عرفوا إزاي؟ عرفوا من خلال أنه هما بنسمعنا أوبينج أوردرز يعني إيه؟ يعني هو يستجيب مش للأوامر يعني يستجيب للطلبات يعني لما نقوله فين التليفون يروح بصص عليه معنا كده أنه سمع وبص نفز الحكاية هاتي الريموت يروح جايبه لنا ريموت مثلا الكنترول بتاع التليفزيون فين الأكل عايزين ناكل يبقى كده معنا كده أن الطفل سمعنا وفهمنا وبالتالي بيتواصل معنا سلوكيا أو بيتصرف بطريقة توحي وتؤكد أنه بيسمع كويس طيب في حال لو الأهل أو المحيطين بالطفل يعني قالوا لا إحنا شكين مش عارفين هو بيسمع ولا ما بيسمعش كويس خلاص كده وطبعا دي حاجة يعني إيه؟ سهل قوي إن الأهل يعرفوا والطفل بيسمع أو لا لأنه مش لازم بس التواصل بالطريقة دي يكفي أنه مثلا لما التليفزيون يشتغل يبصلوا لما ساعة الحيطة تدق يبصلها يعني لما يكون فيه أي مصدر للصوت لو الموبايل بيرن يبصلوا يبقى معنا كده أن كل دي بسميحنا المحفزات السمعية يعني أنه الطفل بيسمع خلاص هنفطارد جدلا أنه لا الأهل كمان عندهم شك أو مش عارفين بيروحوا للطبيب طبيب هنا الأطفال يقوم طبيب الأطفال هو بيقوم بالفحص بيقوم بالفحص الطبي خلاص فحص الطبي أنا بتحك لإني افتكرت مشهد من فيلم الناظر لعلاق وليد دينا اللي يرحمه لما كانوا بيقولوا اسمك إيه خلاص اللي هو عبود على الحدود طبعا الفحص الطبي ما بيكونش كده خالص هو الفحص الطبي إن الطبيب لما بيفحص قدرة هذا الطفل بقى نفسه شك ودي حاجة يعني غريبة أو بينقوم بنعمل إيه بنعمل حاجة اسمها مقياس سمع مقياس السمع ده بيعملوه ناس تخصص تاني خالص في الطب بنبعث الطفل ده يعمل مقياس السمع حلو الكلام كل ده مفيش قلق هو كل الحكاية نحن بنتأكد الله بس إحنا يا دكتور بنسأل عن الكلام إنت ليه عمال تكلمنا عن السمع لأن الكلام مهارة تعتمد على السمع قبل أي حاجة الكلام مهارة سمعية لو الطفل ده بيسمع كويس بدبقى المشوار قربنا قوي من إنجاز مهمة أو مهارة الكلام خلوا بالكو قوي 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 من الكلام ده ليه بقى لأنه في حاجات بتحصل ممكن تبنلكوا أنه ملهاش علاقة بالكلام أو ملهاش علاقة بالسمع لكن لها يعني هي جوهرها مؤثرة جدا بشكل سلبي لقدر الله عارفين زي إيه زي أن الطفل يجيله برد كتير مثلا ده الطفل يجيله برد كتير وما تعالجش أو أهملنا في علاجه أو قلنا إيه لا لا مش عايزين بقى نديله كده كل ما يعيى يديه نديله أدوية لا ده كلام غلط كل ما يعيى نروح للدكتور والدكتور هو اللي يقولنا نعمل إيه مش حضراتكم يعني مش حضراتكم اللي هتقرروا الطفل ده ياخد أدوية هنا ولا ما ياخدش خلاص ليه لأنه وإيامة شفنا حالات كان هناك تأثر في حالة السماء عند الأطفال نتيجة أن فيه أدوار برد أو زكام لم يتم علاجها بشكل كامل أو بشكل حاسم أو بشكل صحيح فقدت إلى التهابات وقدت إلى وجود مية خلف طبلة الأذن قللت القدرة على السماء حاجة تانية أثناء الاستحمام مثلا لو فيه مية دخلت في أذن الطفل وما خدناش بلنا ونشفناها وبالمناسبة ممنوع أن احنا نستخدم عصيان الأذن بس لازم نخلي بالنا من البداية أنه ما يدخلش كم كتير من المياك جوة وده نطفل حاجة تالتة ودي بقى حاجة هتستغربوها جدا وفي منتال خطورة التدخين الطفل اللي موجود فيه مناخ أو في بيت فيه تدخين كتير تدخين بقى التدخين التقليدي اللي هو السجاير العادية أو الفيب اللي هي السجاير الإلكترونية الدخان ده من أكتر الحاجات وده بيؤدي إلى تأخر بداية مهارة الكلام نتيجة أنه بيكون فيه هنا تأثر في حاسة السماء خلاص كده اتفقنا يبقى أرجو لولاء إنها تكون اتطمنت على ابن اختها أو ابن أخوها بقى مش عارف نيجي للسؤال بعد كده إيمان ماجد بتقول عايزين حلقة عن إزاي نعلم الطفل دي إيمان ماجد اللي عنده سنة ونص دي علم الطفل اللي عنده سنة ونص وإيه الحاجات اللي مفروض يعملها طيب من حيث الحلقة سهلة بس هو بقى إيه نفهم الطفل اللي عنده سنة ونص المفروض نعلمه يلعب إزاي بس نعلمه يلعب نعلمه كده إن فيه حاجة في الدنيا اسمها لعب وانبساط وكلام ده كله طبعا أنا فاهم كويس قوي قصدك يا إيمان إنتي قصدك نعلمه إيه وببشرك وببشر كل الأمهات اللي بيسمعونا وكل الأباء إنه ما تحطوش في دماغك والسلوكيات والحاجات دي كلها في هذا العمر لأن ده عمر مبكر جدا على إن إحنا نلزم الطفل بالسلوكيات إحنا كل دورنا إن إحنا نتصرف قدام الطفل كويس ونتصرف معاه بالشكل اللائق نقدم له الحب والحنان بشكل ملموس مش بشكل ضمني أنتوا فاهمين قصدي يعني كل ما تلاقوا فرصة تعبروا فيها عن حبكو لإبنكو اللي عمره سنة أو سنة ونص أو كده عبروله عبروله بكل الطرق الممكنة في هذا الوقت من عمر الطفل المطلوب من الطفل فعلا إنه يلعب أو إن إحنا نتح له فرص اختيار أو فرص اكتشاف الخبرات كلها اللي المتاحة له بحسب سنوات عمره في حدود إن إحنا بنوفر له عوامل الأمان غير كده مش مطلوب أي حاجة ليه علاقة بالسلوك وأرجو إن أنا أكون فهمت اللي ما بين السطور كان في جزء تاني من السؤال آه أنا بس نسيت إنه ولأ في السؤال الأولاني معلش أنا لما فتحت التاب شفتها كان بتقول لما بيجي يأكل بنشغله أغاني أكل غير كده ما بيضعش لا الربط ده يا ولاء ده في السؤال الأولاني اللي هو كان بتاع الكلام الربط ده ما لهوش منطق غير إنه هو جزء منه إن إحنا بنطفي حالة من البهجة بالنسبة للطفل لكن في منتهى الخطورة إن إحنا نربط تعلم الطفل الأكل أو عادة أكل الطفل بشيء آخر وأكشهر مثل على الحكاية دي الكارتون يعني يتلاقوا الأمهات كده وقت ما بيأكلوا ولدهم يروحوا مشغالين لهم الكارتون ليه؟ علشان الطفل ينشغل ويبتدي أثناء إنشغاله بقى بنحط له الأكل في بقى ده غلط ده غلط كبير قوي ليه؟ أولا لأنه لا يجب ربط الأكل الأكل كل حاجة لها قدسيتها يا جماعة الأكل ده وقت معين للأكل مطلوب مننا طب عايزين نسعده أو نحفزه ده دور حضرتك حضرتك أكبر فاتح للشهية الأم هي أكبر وأأمن فاتح شهية لطفلها خلاص لا الأدوية ولا الكارتون ولا حاجة خالص وأظن كلنا متربيين وعارفين وكبرنا على الألعيب والأغاني والحاجات الجميلة اللي كانوا بيعملوها أهالينا واللي أنتوا أكيد بتعملوها بكل حب وكل تلقائية لما تيجوا تحفزوا ولادكوا على الأكل من ضمنها بقى ألعاب ومن ضمنها أنكوا تتحكوا عليهم وتعملوا أنتوا اللي هتاكلوا الأكل ومن ضمنها استخدام تعبيرات الوجه ده هو ده المشروع هو ده يعني هو ده المطلوب واللائق والصح إنما إن أنا أربط الأكل بمحفز آخر أو بوجود شيء آخر ده في منطقة الخطور ليه خطر؟ أولا لأنه مش صح أن الطفل مايركزش في الأكل لازم الطفل يبقى بياكل وفيه الأتنشن بتاعه أو الانتباه بتاعه مقسم ما بين الأكل وما بين اللي بتقدم له الأكل سواء كانت مامته أو بابا أو حد من إخواته أو جده أو جدته أو ما شابه تاني حاجة إنه وارد جدا أنه أثناء الفرجة دي إحنا مش ضمنين الفرجة دي عبارة عن إيه؟ فده بيأثر سلبيا على إن الطفل بيقعد يفكر في اللي هو بيتفرج عليه وممكن يكون فيه محتوى عنيف وأنا أقصد هنا الكارتون على فكرة لأن الكارتون ده 90% من محتوى عنيف جدا تالت حاجة إن الطفل هنا ممكن يربط الأكل بمعنى إيه؟ يربط فترات الأكل زي ما هي قالت بقى كده بالأغاني مثلا يربط الأكل بده بس طيب قدروا ده مش موجود لأي سبب من الأسباب أو أنتوا انتبهتوا للشيء ده كده ده كمان فيه أطفال بينقوا حاجات معينة يعني تلاقيهم مش مهتمين بنوع مرئي معين أو مادة مرئية معينة ومهتمين بعاجة غير الصح إن إحنا نفصل خالص تمام؟ هل كان فيه بس باقي سؤال في إيمان؟ لا خلاص كده آه إيه الحاجات المفروض يعمل لا خلاص إحنا قلنا نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده حمزة الشيخ أستاذ حمزة بيقول ما سبب النوم الكتير لطفل عمره شهرين؟ أستاذ حمزة بيسأل على النوم عند طفل شهرين نوم كتير وعند الاستيقاظ يبكي بكاء متواصل وشديد حلو وإيه علاج الأشط الكتير؟ تلاتة في واحدة أو تلاتة أسئلة في نفس السؤال أول حاجة ما هو سبب النوم الكتير لطفل شهرين؟ أحب أقول ما هو على فكرة يعني هو ده خد تعمل على الثاني حديث الولادة على فكرة الطفل حديث الولادة ها علميا أو طبيا هو أول شهرين من عمر الطفل خلاص يعني كل الأطفال اللي تحت اللي عندهم شهرين فأقل إحنا بنقول عليهم حديث الولاد أو نيوبورن تمام كده؟ السؤال بس أنا هسألك سؤال هو الطفل حديث الولاد أو الطفل اللي في العمر ده المفروض ينام قليل ولا كتير؟ بتصور إن أنا بسمع الإجابة يا إما إن إحنا مش عارف أو هو المفروض ينام قليل أو المفروض ينام كتير مش يا دي الاحتمالات؟ فأنا أقول لكم الإجابة الإجابة إن الطفل في العمر ده بينام كتير جدا يبقى مبدئيا هو بينام كتير؟ آه بينام كتير إيه السبب بقى؟ هقولك السبب لن يخطر لك على بات هو سبب علمي جدا إنه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الطفل ينام في هذا الوقت لكي يحقق استفادة كاملة من الرضاعة بمعنى إن الطفل هو صاحي بيرضع الطفل في العمر ده قدرته على الرضاعة بتكون ضعيفة هو بيرضع قطراء يعني بيرضع كده كميات قليلة والطفل يوم عن يوم يوم ورا يوم زي اسم برنامجي كده بتاع زمان يوم ورا يوم بيبقى خبير بيبقى إكسبرت في الرضاعة فبيرضع هتلاقي أنت كأم الأسبوع الأولاني بيرضع الأسبوع اللي بعده بقى شاطر الأسبوع اللي بعده بقى شاطر أكتر وهكذا أكتر حاجة بتضمن الاستفادة الكاملة من لبن الرضاعة هو النوم عشان كده من علامات الرضاعة الكافية دايما الأمهات يقولوا إيه أعرف إزاي أن ابني شبع نقول لها نمر واحد نمر واحد قبل أن أنت تحسي أن محتوى الثادي من اللبن خف أو يعني قل أصبح قليل لا دي نمر اتنين نمر واحد أن الطفل ينام يعني بعد الرضاعة أنه ينام على طول دي آلية طبيعية ربنا سبحانه وتعالى عاملها وكأن ربنا بيقول للعقل بتاع الطفل ده يلا بقى خلي الجسم كله يستفيد من غير بقى ما الطفل ده يكون مشتت انتباهه في عياط في أنه عايز يتشال في أنه عايز يغير في أن في حاجة لا فتتنظره في أن فيه إيد بتلعبه لا 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 هو كل وينام علشان كل المكونات اللي حصل عليها من خلال الرضاعة يستفيد منها الجسم وتدخل في مسارتها المختلفة بكل دقة وكل ايه وكل يعني بالشعر زي ما بنقول تمام طيب نيجي لبقية السؤال أولا الموضوع ده اللي هو علاقة بالصفرة لا ملوش ايه علاقة بالصفرة خالص الطفل لو عنده صفرة بينام آه بس احنا بنقول دلوقتي بشكل طبيعي السؤال دلوقتي جن كان أن الطفل بينام ايه تفسير التفسير ده الطفل عنده صفرة بينام آه الطفل اللي عنده صفرة بينام لأنه الصفرة دي حالة مرضية مؤقتة خلاص كده مرضية بس مؤقتة فجسم الطفل هنا بيكون على حالة من الإجهاد أنه هو بيصلح نفسه بنفسه الصفرة ملهاش دواء ملهاش علاج الصفرة بتختفي من تلقاء نفسها طب هي بتختفي كده لوحدها أو لحالها زي ما الشوان بيقولوا لا هي بتختفي بآليات معقدة جدا جوه الجسم ده تحتاج من هذا الجسم أن الطفل ده يبقى خامل أو يبقى نايم ده في حالات الصفرة إنما في الحالات العادية الطفل بينام آه بينام وقد تصل ساعات النوم بالمناسبة بقى عند الأطفال الحديثي الولادة ممكن ساعات نومهم على مدى الاربع وعشرين ساعة يعني لو جمعنا فترات النوم ممكن توصل من ستاشر إلى سبعتاشر إلى تمنتاشر ساعة يعني كل ده طبيعي ما تقلقوش خالص تمام طيب عند الاستيقاظ يبكي بكاء متواصل وشديد السؤال هنا هو ده طبيعي ولا مش طبيعي الإجابة أن ده طبيعي ليه؟ لأنه الطفل هنا بيصحى كل علاقته بالحياة الهمزة الوصل بينه وبين الحياة كلها هو الرضاعة هو لسه مش فارق معاه حاجة خالص من التواصل اللي حوالينا دي قدمهو كلمة السر اللي بقاءه على قيد الحياة هو إنه يرضع فبيعلن الطفل برضو بآلية في منتهى الإنسانية ربنا سبحانه وتعالى خليقها جواه جوا الطفل الصغير ده بيقول لنا أنه هو أنا عايز أكل بكل ما أوتي من قوة أنه ينبهنا فبيكون بكاءه فعلا بكاء شديد ومتواصل وأنا هنا بقول ما تخلوش الطفل يعاد كتير لأن العياد بياخد من مجهوده يعني خليكي جهزة على طول أول ما يصحى تردعيه على طول ده لدرجة أنه بخصوص حكاية النوم المتواصل فيه أمهات بابتسأل السؤال بطريقة عكسية تقول طب أنا ابني بيفضل نايم المفروض أن أنا صحي آه المفروض أنك تصحيه عشان يرضع ما تسيبهوش نايم أكتر من ثلاث ساعات متواصل تصحيه يرضع وهيرجع ينام تاني وبالمناسبة حكاية أنه إحنا نصحي الطفل دي حاجة صعبة مش سهلة خلاص نيجي للسؤال الثالث في نفس السؤال للأستاذ حمزة إعلاج القشط الكتير أولا القشط ليس حالة مرضية طيب هو بمناسبة بقى إيه الفرق ما بين القشط والترجيع أنا بقى بقول المعلومة هو إيه القشط وإيه الترجيع الترجيع دي حالة مرضية القشط حالة غير مرضية القشط هو ارتجاع كمية زائدة من لبن الرضاع يعني أن الطفل ده رضع كتير خلاص فبرضع كتير كده وخلاص لا هو رضع كتير ده أول شرط تاني حاجة أنه اتحرك بعض الرضاع تقولولي ده صغير ده ما بيتحركش أقول لكم لا المقصود هنا بالحركة أنه اتشال أنه اتغير وضع يعني ممكن حديك مثلا كنت بتردعيه فروحتي مثلا ببقعت فقلت له إيه خد مش عارف إيه أمسك علشان أبعمل الحاجة الفلانية دي الحركة اللي أنا أقصد عليه اللي أنا أقصدها أو أنك نقلتي من مكان لمكان أو أنه رضع وروحتي أمرأداء أو رحتي شايلاء الطفل الصغير ده الحركات دي هي اللي تفرق معاه أنت ممكن تفتكري أن الحركة المقصودة الحركة يعني اللي هي كبيرة لا الحركة هنا هو فكرة بس انتقال الطفل من حال الحال حتى لو من درع لدرع طب إيه الحل الحل أنه بعد الرضعة بعد ما ينتهي من الرضاعة تفضلي ثابتة لو كنتي شايلاء مثلا هتفضلي شايلاء شايلاء كده لغاية ما ينام وبعد كده تبصي في الساعة فات نص ساعة أو أكتر يعني تبتدي تحطيه ينام ويفضل هنا أنه هو ينام على جنبه ما يبقاش نايم على ظهر وعلى طول هو بيتقلب الوحد بس لما ينام على بطنه لأ أنه مع البطن قلط خلاص كده نيجي الآخر سؤال قبل ما نطلع فاصل منال أحمد بتقول من فضلك بنتي جلها الحزبة ألف سلامة يا منال ممكن تقول لي إزاي اتعامل معاها بالزبط طيب الحزبة من الأمراض اللي ليها تطعيم مهم جدا خلاص كده ولازم نرجع لجدول التطعيمات وهنا بقى دي أنا بقى مش هقولها أنا أقول لكم لازم ترجعوا لجدول التطعيمات اللي وجود في شهات الميلاد بتاعت الطفل تطعيم الحزبة ده من التطعيمات المهمة جدا والتطعيمات الأساسية اللازم نحرص عليها كويس قوي قوي تمام كده؟ طيب الحزبة مرض فيروسي أوكي المرض ده اختفى من بلاد كتير عشان نبقى واضحين يعني نتيجة الالتزام الكامل بالتطعيمات يعني فيه بلد زي الولايات المتحدة الأمريكية بقى شوفوا على قدر اتساعها وعدد الأطفال اللي بتولدوا فيها بقى لهم يجي 30 سنة مثلا ما بيشوفوش حالات حزبة كتير وليلا جدا طيب نعمل ايه بقى في الحزبة دي أولا الحزبة ده بتميز بأعراض وطفح جلدي هي مش بس طفح جلدي خلاص الحزبة تشخيص طبي يعني الدكتور هو اللي لازم يقولك دي حزبة بتشكي ازاي الموضوع بيبدأ بأعراض شبه أعراض البرد شوي بتبقى الطفل كده مزاجه متوعج شوي حرارة خفيفة رشح ازاي شبه أعراض البرد فجأة بقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة كبيرة ارتفاع كبير ممكن يوصل لـ 40 أو 41 فجأة بعدها يعني مش فجأة قصدي بعدها بيحصل طفح جلدي الطفح بيبدأ فين؟ بيبدأ في الوش بعد كده بينزل أسفل الزراعين شوفوا أنا بشاور فين؟ أسفل الزراعين كده وبعدين على البط بعد كده ينزل على الفخاد خلاص كده أو الفخدين يعني والطفح ده بيكون شكله مميز عشان كده أنا بقول لكم تشخيص طبي ليه؟ لأن فيه أمراض كتير قوي بيبقى فيها طفح طفح اللي هو البقع الحمراء دي في أماكن الجسم خلاص طب مين بقى اللي بيميز إن ده حزبة أو إن ده إكزيمة أو إن ده مرض فيروسي تاني لأ فيه حاجات كتير قوي دي بقى شغلانة الدكتور يا جماعة خلاص كده إحنا بس حصلت الأعراض دي لازم نروح للدكتور على طول خلاص الطفح الجلدي بتاع الحزبة بقول لكم يعني معلومة إنه بيبقى فيه مناطق بيكون مرتفعة فيها شوية عن سطح الجلد وبيكون متصل ببعضه يعني هو متصل ببعضه بيبقى زي الدوائر بتادي اللي هي كبيرة شوية حكاية بقى إنه كانوا زمان بيلبسوا الأطفال أحمر وبتاعها كل ده كلام طبعا ليس له أساس من الصحة وبالمناسبة اللي مجالوش حزبة وهو صغير الحزبة من الأمراض اللي هي لما بتحصل بتعمل مناعة بنسميها life lasting immunity يعني مناعة مدى الحياة فاللي مجالوش حزبة وهو صغير لازم يتأكد لإن الإصابة بيها في العمر الكبير ما بتكونش سهلة بتكون إصابة لقدر الله بتكون إيه قوية طيب السؤال المهم قوي هو الطفل ده بيكون معدي يعني بيكون معدي إمتى إيه الفترة اللي بيكون فيها ناقل للمرض لإن فيه حاجة اسمها فترة الحضانة أو الانكيوبيشن بيريود اللي هو الفترة اللي الطفل عنده فيها الفيروس بس مش بين عليه لسه خلاص الفترة دي باختصار يعني بدون تعقيدات طبية هي ممكن نحسبها في 8 أيام محددة 8 أيام إمتى 4 أيام قبل ظهور الطفح و4 أيام بعد ظهور الطفح الفترة دي اللي الطفل فيها بيعدي عشان كده أنا بقول أي أعراض يا جماعة في السن اللي هو بتاع 9 شهور تحديداً و7 شهور وكده وفما فوق ها يعني فما فوق ها مش بقول إن ده العمر ده بس لأن الحزبة ممكن تيجي في سن المدرسة في سن ما قبل المدرسة لازم نرجع بقى هل التطعيم اتاخد صح؟ لازم تحرسه جداً على تطعيم الحزبة أسهل حاجة وأسهل وأأمن وأكثر دقة واللي ما بتدخلناش في متاهات إن إحنا حصل أعراض بنروح للدكتور أرجوكم علشان زي ما قلتلكم كده فترة العدوى بتكون أربعة أيام قبل قبل ظهور الطفح الجلدي وأربعة أيام بعدها دي الفترة اللي الطفل فيها بيكون معدي وعشان كده أنا بحذركم إنه بلاش حكاية لما الطفل يجي يحصل له حزبة أنا بقول لكم موروسات بقى يا رب تبقى خلاص موروسات اندطرت كانوا دي زمان الناس يقولوا إيه الطفل جالوا حزبة نجمع بقى الأطفال كلها عشان كلهم ياخدوها أو مش عارف إيه لأ ده مش صح خالص أعراض الحزبة شديدة كلها علاجها سيمتوماتيك يعني علاج للأعراض إنما هو بياخد فترة خلاص وبتختفي ألف سلامة يا منال هنطلع لفاصل وأرجوكم قبل الفاصل أوصيكم بالالتزام بموعيد التطعيمات الأساسية اللي موجودة سواء في الشهادة الصحية اللي اتخدوها أو في ظهر شهادة الميلاد التطعيمات الأساسية اللي هي المجانية اللي هي موجودة في مكاتب الصحة دي التطعيمات المهمة إنتوا شغلين نفسكوا قوي بالتطعيمات الزيادة ركزوا الأول في التطعيمات دي وبعد كده هنتفاهم شوية بعد شوية يعني وهنتفاهم بعدين في موضوع التطاعمات الإضافية هنطلع لفاصل ونرجع تاني يحكى أنه مازال معاك ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وما زلنا في حلقة الأسئلة والحقيقة أنا والله يعني أنا بأتكلمكم دلوقتي والله من قلبي جدا أنا فعلا في حيرة ما بين أنه الواحد يجاوب يعني على كل سؤال كده بالتفصيل علشان أنا بعتبر أن السؤال ده في حد ذاته موضوع فنقول فيه إجابة وافية يعني ما ينفعش أختار يعني بعض الإجابة أو بعض من الإجابة يعني زي ما كنت بقى وجهة نظر العلم بيقول كذا وعلى فكرة فيه كلام تاني في نفس الموضوع ما بقولوش أكيد يعني أكيد لما بيبقى الموضوع مثلا له علاقة بمحضرة أو بحاجة زي كده الموضوع بياخد شكل تاني خاطئ فالواحد بيبقى في حيرة أنه يعمل كده ولا أنه يجاوب بسرعة على أسئلة كتيرة فهو بقى اللي بيتغلب يعني اللي بيغلب علي قصدي هو الاختيار الأول هنكمل بقى مونة علي بتقول عندي ابن عنده 13 سنة هو قصير بالنسبة اللي اللي في سنه مبدئيا كده ممنوع تقارني الموضوع ده مأثر عليه لدرجة أنه ما كانش بيروح المدرسة زميله بيعلقوا على طوله هل ده حالة مرضية ولو هعرضه على طبيب بيكون تخصص إيه؟ أولا هو مبدأ المقارنة في حد ذاته خطأ ثانيا حضرتك لازم تقول لنا لازم كنت تقول لنا في السؤال هل حضرتك قصيرة القامة أو تميلي يعني الناس بتقول عليك أن أنت قصيرة أو بتقول على بابا أن هو قصير لأنه الطول تحديدا من أكتر الحاجات المتعلقة بالوراثة يعني بشكل مباشر كده ما هو يعني أب قصير أم قصيرة أو لتنين قصار القامة الطفل مش هيطلع طويل الطفل لازم هيطلع قصير بس في كل الأحوال بنعمل مبدئيا فحص كده اسمه تحليل هرمون النمو جروث هرمون ده بشكل مبدئي وفي بقى فحوصات أخرى لها علاقة بنسميها أو مراكز التعظم يعني كل عضمة من عضم الجسم خصوصا العضم اللي هو بيدي الطول يعني زي عظام الفخدة أو ما إلى ذلك بيكون فيها مراكز بيتشاف فيها المراكز دي نشيطة ولا مقفولة ولا إيه الحكاية التخصص المعني بده بيكون مبدئيا هو تخصص الغضد الصماء ثم لو الغضد الصماء قاله إحنا ما عندناش مشكلة بيكون التخصص المعني بالعلاج هو تخصص العظام العظام خلاص كده طيب أم حمادة بتقول لو سمحت عندي لو سمحت يا دكتور عندي طفلة أربع سنين بيعمل البراز على نفسه لكنه يتحكم في البول طبعا دي حالة هنا بتستوجب المراجعة الطبية فورا لأنه المهارة دي لازم الطفل يتحكم في الاثنين فمعنى أنه هو لا يتحكم في البراز في أسباب طبية كتيرة جدا 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 خلاص بشكل مبدئي كده بنعمل تحليل براز بشكل مبدئي خلاص ليه لأن في بعض أنواع الديدان خصوصا اسمها الديدان الدبوسية في حال وجودها بتفقد الطفل القدرة على التحكم في التبرز فيه بقى حاجات تانية زي ضعف العضلات اللي هي السفنكتزي المسؤولة عن التحكم بيكون فيه أحيانا الإفراط في استخدام لبوس الجليسرين أدى إلى حالة من عدم التحكم فيه يعني فيه حاجات كتيرة قوي سواء بيكون لها مصار تشخيصي وعلاجها دوائي أو علاجها جراحي أو يعني ليه علاقة بالأعصاب أو ليه علاقة بالجراحة أو كده بس ده أمر يجب مراجعته فورا والأسباب كتيرة قوي قوي ما ينفعش نتخيل حاجة ونقعد نبني عليها التصور هند طارق بتقول طيب حضرتك اللبن المبسطر ده ممكن الطفل اللي عنده عشر شهور ياخده من غير مغلي اللبن احنا كنا قولنا في حلقة قبل كده لا هو سؤال ده مليان أخطاء احنا قولنا في حلقة قبل كده أن اللبن اللي لازم كلنا نشربه هو اللبن المبسطر وبلاش اللبن المغلي لأن اللبن المغلي بنبخر منه المحتوى المائي بتاعه وبيبقى كميات معينة من الدهون وجودها بيؤدي إلى عدم انتظام الحركة بتاعة جهاز الهضمي وعشان كده فيه ناس كتير قوي بيبقى عندهم إسهال من اللبن ودي مش حساسية بالمناسبة يعني هو بيبقى المشكلة كلها أن الطفل ده أو حتى الناس الكبار بيشربوا اللبن بعد غاليه اللبن اللي لازم نشربه هو اللبن اللي في العلب يا جماعة اللي هو خلق لأن حتى الأسعار بقت متقربة جدا إنما فكرة اللبن السايب ده وإن احنا نجيبه بقى ونغليه والكلام ده كله احتماليات التلوث بتاعته بقت كبيرة قوي اللبن التاني هو ده بيبقى مبسطر وطريقة التعامل مع اللبن اسمها البسطرة والبسطرة دي هو تعريض اللبن ده لدرجات حرارة عالية ثم درجات حرارة منخافضة ثم درجات حرارة عالية ثم منخافضة وبلاش حكاية إن هو مفوش فايدة وبلاش الكلام ده كله لأن اللبن في حد ذاته فويده يعني مش بالتصور اللي حضراتكم متخيلينه اللبن ده مادة غزائية عالية جدا ما نحطش تحتها خط يعني فاهمين قصدي يعني اللبن مادة مهمة وكل حاجة لكن للأسف إحنا طالعين بموروسات كده إن لازم نشرب اللبن ولازم نشرب والطفل اللي ما يشربش اللبن يبقى الشاطر اللبن مش في مكانة أهم من بقية الحاجات الخضار أهم بكتير من اللبن كل أنواع الخضروات والفواكه أهم مليون مرة من اللبن عشان تبقوا فاهمين فلما نشرب بقى لبن نشربه يكون كويس يكون اللبن المبسطر حكاية بقى أنه عنده عشر تشهر دي ممنوع أصلا هو إحنا هنا بندي اللبن كمادة غزائية ممكن لازم بس بعد السنة الأولى عشان ما تسببش حساسية وبنعمله على إنه مادة غزائية مادة غزائية يعني إيه زي المكارونا زيه زي الخضار زيه زي الرز مش أبدا كوسيلة لتعويض الرضاعة أو لتكميلة أو لاستكمال الرضاعة أو ما شابه خلاص؟ عشان كده أنا قلت السؤال مليان أخطاء دود وآدم ماشي بنتي ثلاث شهور ومش بتعمل حمام غير كل ثلاث أو أربع طيام مرة واحدة هل ده طبيعي؟ يعني هو على الحد المتطرف من الطبيعي بقول لحضرتك هو على الهواء نجرب بشكل مبدئي إن حضرتك تديها 2 إلى 3 سنتي متر مية من المياه بنجيب سرينجة اللي هي حقنة بنجيب حقنة بلاستيك كده بنشيل السن طبعا وبنجيب إزازة مية وبناخد من 2 إلى 3 سنتي بعد كل طفلة دي بعد كل رضعة بنديها المية دي 2 سنتي ده في الشتاء 3 سنتي في الصيف في الأجواء الحرة اللي احنا فيها أحيانا بيكون نقص المحتوى المائي بيؤدي إلى صعوبة في الإخراج بلاش لبوس الجليسرين من فضلك لو أنت يا حضرتك كنت بتردعيها رضعة طبيعية بلاش تاخدي حاجات بتسبب الإمساك على الرأسها طبعا لو بتاخدي حديد أو ما شابه نادين شريف بتسأل بتقول ممكن يا دكتور نعمل حلقة عن الإمساك عند الأطفال حاضر عندي بنت سنتين عندها إمساك دائما حاضر أنا قلت دلوقتي شوية معلومات عن الإمساك لكن هنعمل حلقة لأن الإمساك له عالم تاني بقى خالص لأنه فيه أحيانا إمساك بيكون بقى أسباب تانية خالص ملهاش علاقة بالأكل يا جماعة زي مثلا ضيق فتحة الشرج أو كسع الحركة الأمعاء خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي مش كل إمساك له علاقة بالأكل أو أنه له علاقة أن الطفل بيتدلع أو مشا لا يعني فيه أسباب بتبقى أسباب بتستدعي التدخل الجراحي خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي سارة النصر هنعمل الحلقة دي حاضر سارة النصر ممكن نتكلم عن مشكلة الأكل عند الأطفال أيوة إيه مالو الأكل يعني يعني الأكل عند الأطفال من أني الأكل من أني اتجاه زي فيلم الليمبي كده أو اللي بالي بالك حنان سالم بتقول من فضلك يا دوكما فعلا أنا مش عارف الأكل إزاي يعني إيه مشكلة الأكل عند الأطفال حضرتك حولتي الأكل المشكلة دي مشكلتك يا أستاذة نصر اللي هو مش عارف اسمك إيه اللي هو أهو سارة النصر حضرتك حولتي الموضوع لمشكلة دي مش مشكلة عامة دي مشكلة خاصة دي مشكلة حضرتك الأكل ده حاجة جميلة جدا ليه يا حضرتك بتتكلمي عنه على إنه مشكلة الأكل لطيف جدا حنان سالم يعني إبعاتي بقى لو عايزة تسألي بقى السؤال يعني إبعاتي إيه الموضوع يعني إنما هو مش الأكل في حد ذاته وليس مشكلة حنان سالم بتقول من فضلك يا دكتور بلاحظ دايما ابني أطرافه دافية في الصيف وسقعة في الشتاء ممكن أعرف تفسير ده إيه ممكن أنا أسأل حضرتك ابنك عنده قد إيه ليه لأنه العمر الأطفال وهم لسه مولودين أحيانا الحكاية دي بتكون ظهرة لدرجة أن يكون فيه فرق في اللون يعني بتكون الرجل مثلا الطفل لما نشوف رجله نبص نلاقي فيه فرق شوية في اللون نلاقي لون محمر وشوية مزرق يعني فاهمين قصدي بتبقى كل مكان ناحية برة بتلاقوا اللون أخف من اللون اللي بعده طيب لو كبر شوية أحيانا فيه أطفال بيكون عندهم ضعف ضعف مقبول أو غير مقبول ده يقيم طبيا بس بيكون فيه حالة ضعف في حاجة اسمها الدورة الدموية الطرفية خلاص preferal circulation خلاص كده الدورة الدموية الطرفية دي بتكون الشعيرات الدموية في الأطراف خلوا بالكو ما بتكونش شغالة كويس بكفاءة عالية يعني والحكاية دي بتبقى ظاهرة أكتر في الشتاء عشان كده بعض الناس بننصحهم نقول لهم البسوا شربات في الشتاء وسواء انتوا ككبار أو صغيرين لكن مدى بقى الضعف ده دركته ومدى تأثيره على أداء الأطراف دي قد إيه؟ لا ده تقييم طبي ما ينفعش كده نقوله احنا بنقول لك هو بشكل عام هدى يعني لازم الدكتور يشوف دكتور الأطفال هدى صيام بتقول ابني عنده 15 سنة ماشي مش عارفة تفاهم معاه خالص ليه؟ ودايما فيه مشاكل وممكن رد بعد إذنك ما أيوة يعني ما هو نحدد موقف ما هو ده السن بيسميه سن المراهقة وسن المراهقة ده على فكرة مش شرط ان الحاجات كلها الوحشة تحصل فيه يعني مبدئيا كده لازم تبقي مستوعباء ان الطفل اللي عنده 15 سنة بقى عنده شخصية مستقلة بيحب حاجات وبيكرح حاجات عنده طريقة في التعامل يحب ان الناس تعاملوا بطريقة والناس دول ينطبق عليهم على فكرة حضرتك وبابا وكده حضرتك كمامتو طبعا في مكانة خاصة ومكانة مميزة وكل حاجة ولكن أغلب المشاكل بتيجي في الوقت ده بيبقى الصراع الدائم أو الأبدي ما بين انه الطفل بيبقى عايز يثبت وجهة نظره من خلال التمرد الدائم بعدم إطاعة التعليمات أو عدم الاستماع للنصايح وفي المقابل بتكون الأم غلطانة إنها بتحاول طول الوقت تفرد نوع من أنواع الأمة أو الأب يفردوا نوع من أنواع الهيمنة أو السيطرة على أطفالهم في السن ده الحقيقة إن الموضوع ده موضوع مصير جدا لإننا نتكلم فيه وهنعمل بقى عنه حلقات قريبة جدا بإذن الله موضوع التعامل مع المراهقين بشكل عام الأسئلة اللي جريت ده يعني خلاص تمام أمني بتقول أنا مش بعرف أتحكم في عصبيتي مع أطفالي لا دي مشكلتك بقى يا أمني ما هو إحنا يعني أنت بتسأليني أنا حلها لك إزاي يعني أنا اللي عارف أتحكم في عصبيتك أنت عندك مشكلة بتقول ممكن تقولي أعمل إيه هتعملي إيه إيه أنا بقولك ما تتعصب إيش أنا مش حب الأسلوب ده بس غصب عني ما فيش حاجة اسمها غصب عنك ما فيش حاجة اسمها غصب عنك حضرتك وعية مسؤولة نطجة زوجة أم كل اسم من دول أو كل صفة أو لقب من دول يكفي إنه حضرتك يكون لك اعتبار كبير قوي فما ينفعش مع كل اللي أنا قلته ده تقولي لي أصلا أنا بتعصب على ولادي غصب عني ولادك ما لهمش أي زنب في أن أنت متضايقة من حاجات أخرى في حياتك متضايقة مثلا من زوجك متضايقة من حاجات في العمل متضايقة من حاجات في الشارع متضايقة من حاجات في الكون متضايقة من أن أنت حاسة بإحباط ما لهمش دعوة هما ما لهمش دعوة ما تعكسيش دع عليهم وما تتوقعيش منهم أن هما يكونوا أطفال سوبر لمجرد أن أنت ما ميتهم هما أطفال زيهم زي أي طفل في العالم بيرتكبوا أخطاء دون قصد بغرض التعلم دور نحنا نحن نحاول تقليل الأخطاء ونحاول ولازم ننجح في دي أن احنا نمنع أي خطر عليهم إنما هو حاجة اسمها التعليم بالتعلم ما فيش طفل بيجي كده في الدنيا مع كتالوج أنه هيتصرف صح لازم يكون بيتصرف غلط ولما يتصرف غلط بقى فيه هنا الاستيعاب هنا بقى دي اللي اسمها الأمومة واخد بالك أميرة بتقول إيه أصح وسيلة للعقاب لا ما فيش خلينا نسكيب بقى السؤال ما فيش إحنا قلنا العقاب ممكن نرجع لحلقة العقاب تحدي من فضلك يا دكتور بالنسبة للطفل اللي بيعيط بصفة مستمرة إزاي أقدر أتعامل معاه ما هو حسب عمره وممكن حلقة للموضوع ده ما هو حسب عمره طيب إحنا للأسف حلقتنا مشيت بسرعة جدا بس نجاوب على آخر سؤال بس أنا الكومي بتقول أعرف إيه الأطعامة المتاحة لطفل عنده عشر شهور عندنا كل أنواع الخضروات المسلوقة والمهروسة طبعا كل أنواع الفواكه معادة الحاجات اللي فيها بزور أو المنجة بلاش المنجة يعني عشان فيها أجزلات اللبن طبعا بيكون ممنوع ممكن نبتدي هنا ندخل شربة العتس أنا عارف إن الدنيا حر بس هي مصدر مهم جدا للبروتين مهم جدا جدا ممكن في عشر شهور برضو نبتدي ندي للطفل بعض الخبز اللي ما يكونش أو المخبوزات اللي ما يكونش فيها بيض بس إنما دي بتبقى حاجة كويسة قوي وكل زي ما قلنا أنواع الخضروات ممكن الرز المسلوق برضو المهروس الخضروات تحديدا وطبعا البروتينات بقى زي الفراخ واللحمة والسمك وتحديدا السمك المسلوق أو السمك المشوي القطع اللحم الأبيض دي بتكون مهم قوي بشكركم جدا على حلقة النهاردة كان فيها أسئلة كتير قوي قوي بس إن شاء الله هنوجد وسيلة ويعني ما لا يدرك كله لا يترك كله بحاول كل فترة إن احنا نعمل حلقات خاصة كاملة عن أسئلة حضراتكم وإن شاء الله حلقة بكرة تكون مفيدة ومهمة لكم وبرجع بنبه حضراتكم ضفنا فيها الأساز الدكتور ماجد بهجة أستاذ جراحات الأنف والأذن والحنجرة بكليات الطب قصر العيني جامعة القاهرة حلقة مهمة جدا بدعوكم إنكم تتابعوها إن شاء الله كلنا نستفيد منها تحية